الفشل القائم في العراق يأخذ أبعاد متعددة في مقدمة هذلك الصراع المتواصل بين الأحزاب السياسية التي حولت موارد العراق إلى مغانم لها ومناصبه إلى وسائل للحصول على المزيد من تلك المغانم وتجنيدها لصالح أجندات مشبوهة في هذا السياق قالت مجلة ناشنول أنتريست الأمريكية إن الميليشيات المدعومة إيرانياً ما زالت تزعزع استقرار العراق في ظل حكومة ضعيفة وهشة أساساً أضافت المجلة أن هذا العمر الذي يتزعم تحالف البناء هو نفسه قائد ميليشيا بدر يصر مع أطراف ميليشياوية أخرى على أن تكون وزارة الداخلية لفالح الفياض المسؤول عن ميليشيا الحجد التي تضم ما يقرب من 60 فصيلاً مسلحاً بينما ترفض أطراف أخرى يتقدمها تحالف سائرون بزعمة مقتدى الصادر ترشيح الفياض للمنصب خشية إحكام قبضة منافسه على مؤسسات أمنية لربما يجد فيها تهديد لنفوذه وهو ما يعكس تنافساً شيعياً شيعياً عميقاً وتضيف المجلة أن ميليشيات الحجد سلاح إيران الرئيس لتحتم الأحدة في العراق وقد باتت قوة خلافية في بلد يعاني من أزمات متعددة مشيرة إلى أن الساسة المتحالفين مع إيران مثل العامري والفياض يرغبون في أن تصبح الميليشيات بديلاً للجيش وهذا ما يعني تكوين قوة داخل العراق تأخذ أوامرها مباشرة من طهران أو نموذجاً مشابهة لميليشيا حزب الله في لبنان خاصة أن تلك الميليشيات خاضعة إلى حد كبير لسيطرة الحرس الثوري الإيراني وهي أداة إيران القوية في الحفاظ على قوتها وتوسعها في المنطقة وترى ناشنول أنترست أن الحكومة الأمريكية حاولت في السنوات الأخيرة الضغط على الحكومة في بغداد لإخضاع الميليشيات لسيطرة الدولة إلا أنها فشلت مشيرة إلى أن واشنطن تعتقد أن قمع هذه الميليشيات هي أولوية لأنها تعمل كجنود مشاتم في حروب الوكلة الإيرانية وهو ما يتسبب بحالة قلق لدى واشنطن التي ترى فيها تهديداً لمصالحها ونفوذها في العراق اشتركوا في القناة